اشتركوا في القناة 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 نضع كبيرة من الضوء و نضع الماريني قمت بأكملها و نضع الضوء و نضع الضوء و نضع الضوء و نضع الضوء و نستطيع الوقت لكم نكمل الطريقة لكي نطلعوا الصلصة أخفيف الظرف وبعدما نرى الماريني أول حاجة سنجيبه الكمية على فارين قلنا الزوج مارعق نضيرهم في 500 مليل تار الحالب يعني الاسوسة ستطلع ما شاء الله بلبنا هذه الماريني ما عندي ما نقول لك بعدما اضطينا الفارينة توجو وخلوها تحمص يعني في هذك اليتام هذك الزيت اللي اضطيناه مع الأول هذي هي ذوكة اوش راح نضيره راح نجيبه الحليب قلنا نستعمل وزوج كيسان 500 مليل تار يعني الاسوسة اليوم بزافرينة سهلة مهلا ما فيهاش الكلام فراش بعدما احتنا نركس له ونزيدو الكاس ثانيدو كالتحريك المستمر حتى نطلع لنا الاسوس ونعود نولي لكم وهنا بعدما اشفناها طلعت يعني الاسوس تطلع غير بالعقل نقول لكم التحريك توجو المستمر باش الاسوس تخرج صافية ووافية وما شاء الله بالنسبة الناس اللي يحبوا يديروك عن فراش ولا كاشفر ماجه ولو هاتيك عاد ليب لما تصقصوا في الكومنتر تديرو الحاجة اللي تحبوها انتو ما اللاصوس تعنا راه هو جزا نروح ونكملو العملية على براكت الله وهنا كما راكم تشوفوه بعد موجودة السلصة يعني راح نحطوه كامل فوق الحبيبات تعالوا باطاطا يعني حبيبات كبار تفورهم تقسموهم على زوج يجو شدين راحوا ما شاء الله راح نروحوا معاهم كامل بالعقل شوية 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 واللي اللاصوس تعنا كامل نفرغوها في السنة ونعاود نروح للكم وهنا بعد ما كمناهم يعني شوفو شحارهم شابين مغطين بهذه كلاسوس ما عندي ما نقول لك هنا راح نجيب وفرهم مجمب شور يعني اللي كم توفر عندك اللقو اللي تحبو تستعملو انتان استعملت الشيدر باش يعطينا اللون اشبه بنكمل لنا ربي لهم هاقده خفيف ونعاود نروح للكم وهنا راح نعاود نروح للكميات المارين المتبقية اول حاجة راح نحتاجه لشابلور حاولي حبيبات البيض واللي عزوج نضربوهم وهذاك المارينين نديرولو الفارينة يعني راح يجي بوليباني ماريني بوليباني يقصدقو ونشحال يجيبنين ما عندي ما نقول لك نتمنى ملكم تجربوه يعني هاقده بعد ما نرمضوه في الفارينة اخفيف دريف اللي بيضة تعناك يعني مادرت لوحتي حاجة لان البولي راهم تبقل وفيه الملح يعني ما شاء الله بالنسبة الله شابلور يعني خفزها يبسط تعدار سكر في جواب بشي يعطي لكم من نضر الشباب هادي هي بلا ما شروباكي هنا بعد ما غطصناهم كامل فالبيض راح نبدو نرفضوه بالحبيب ونحطوه فلاشابلور عندما نحطوها فلاشابلور يعني راح نرمضوها طريقة سهلة مهلة تقدرو تستعملو بيها الباني سواء في الجاج سواء في الحمس سواء في الحوت هذيك الحاجة اللي تستعملوها انتوما تتميش لكم ان شاء الله ذوكا راح نكملو كامل حبيبات البيض ونعود نولي لكم وبعد ما وجدنا الدجاج يعني هاوليك باني مقرمش ما عندي ما نقول لك يتبقى الناء غير النقل هاك شوفوك فشراه بالطبع هنوش راح نديرو حبت عفلفل حلو ونقطعوها دوائر حبت عطماطش نقطعوها براج على ستة ندرت لهم شوية تعال محشوية فلفل كحل وشوية زيت مارينيتهم ما شاء الله بش ميجوش صامتين هاديك سنوات عنا الطرف هذوك اللي خليناهم راح نمشوهم كامل بالفلفل صاير دائر يعني الطابق راح يكون فيه الخوضر هاكذا اللي يحبلو باطاطا ياكل اللي يحبل الطماطش والفلفل ياكل يعني يجي الطابق بزاف هاي نكمل ندير الفلفل هادا كامل صاير دائر هيا براي راح نحطوها دوكل براج طماطش ونعود نولي لكم هادا هو الشكل تعنا الحباب دوكا بالنسبة لفورة تعنا نشعلوه من فوق ومن تحت ندخلوه السنوات تعنا وندو نقلوه البولي بالي نحطوه الزيت يعني نشعلوه نرخلوها تسخن ملاح حطيت كامل مراسم بتاع البولي ونخليه يطيب غير بعقل وكيما راهو امم طويل يدخلو طيام وراهو يطيب من البرانس نوح تاني ولي مخرمش محمر ونجيليكم وهذا هو طبق تعنا بعد ما تحمر فروماش تقراتينا هذيك اللي بيش عملي يعني اذا تسخنت ساحتي يعني سلصة ولا في الاحلام بالنسبة لبولي تعنا نقلينها كامل ما شاء الله هذوك راح نجيبوها هذيك اللي بيك راح نديرو الزوج ومراصم ونرشقو فقل حبيبت على البطاطا كيما راكو تشوفوه منظر بزاف اشباب قلتلكم الفورش عليهم من فوق ومن تحت باش الفلفل هذك يلحق له طيام معذيك طماطيش ما عندي ما نقول لك هنا راح نكملو التزيين اخفيف دريف ونعاود نولي لكم اشتركوا في القناة اذا كما راكو تشوفو خاوتي خياتي الاساس هنا وصلنا لناتجة نهائية هذا هو الطابق تعليم تقدروا تديروه اللعشاء ولا الفطر حتى تقدروا تديروه اللضيه في طابق راقي والشكل ما شاء الله وباسيط يعني فيه خضراوات وفيه دجاج هذه نتمنى منكم كامل جروه وترجعوا لارأكم في التعليقات هذا هو البولي بالنت يعني قد من قولكم جاتري وبنين زيت شوية للهي هنا نجي نقطع لكم الحبة شوفوا البولي كيفش يكون طايب حتى للداخل استعملوا هالطريقة ورجعوا لي الخطبر البطاطة تعالى لازم تفورم لي حشوفو كيفش تقطع زبدة مع هذيك السلصة ما عندي ما نقول لك ان شاء الله يكون عجبكم الطابق وكان خيف دريف عليكم اخوكم دحمان واسما بقالوا يقول لكم غير بقاوا على خير وتهلوا في روحتيكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام